سلام عليكم تماما زي ما قرأتوا في العنوان وشفتوا في الثم نيل صورة العرض يبدو اني اتعبت البشر في التحديات وانا الذي عمري في حياتي ما اخسرت اي تحدي كروي في الملعب او معلوماتي في الاستوديو عمري ما سمعت صوتي الكرة بتلفي شباكي وعمره ما صغير مخي معلوماتيا ويبدو ان هذا موضوع استفزي كثير يوتيوبرز والان جاء اليوتيوبر المتصدر للمشهد رسميا اقوى يوتيوبر في العالم الى جانبي السيد وحش ميستر بيست السيد وحش لا ابدا الجسمه جدا صغير وكتافه ملزقه في بعضها وراسه غير الف رائبته وما بيعرف قيمة هذا التحدي لازم يعرف قيمة الخصم اللي جاي تحداني ميستر بيست هو عراب اليوتيوب حاليا كل فيديو بيعملوا بيكلف ملايين الدولارات ايش هذا؟ ايش هذا الجنوب ملايين الدولارات على فيديو واحد؟ انا كل فيديو في قناتي بحط عليه اكثر من مئة الف دولار وبفكر حالي حطوتي كثير والان ميستر بيست قرر يتجبر معي في المحتوى العربي ليطلق قناته العربية اخيرا لاجلكم انتو يا متابعين في الوطن العربي قناته الجديدة الناطقة باللغة العربية حطوتي لكم رابطها في الوصف تحت الفيديو ومثبت كمان تحت في اول تعليق قبل ما ننطلق في تهدي اليوم خلينا اوضح شيء مهم جدا رجزوا معي اقسم بالله العظيم رب العرش العظيم اني اعلم انه ميستر بيست وفريقه تواصلوا مع الزين وارسلوا له فيديو هذا الفيديو في تحدي اسئله كرويه يقال انها صعبة جدا والله انها صعبة والله انها صعبة جدا ما انزل الله بها من سلطة ولكني والله الا اعلم ما هي راح اشوف الفيديو الان انا وياكولي اول مرة وفي كل سؤال راح اجوب وباذن الله راح اتجبر ديروا بالكم طرح انا بمثل الوطن العربي في هذا التحدي يعني اذا تفشلت وخسرت كنا تفشلنا وخسرنا الله يستر وانا اعتقد على حسب ما سمعت من العزيم انه لفلي الاسئلة صعبة جدا ولا يمكن لانسان على وجه هذه البسيطة انه يجاوبها فاذا تمكنت انا واجبت عنها هذا يعني انه فاز الوطن العربي بلقب الاقوى لاطلق من خلال ممثله محمد عدنان جاهزين يا جماعة عز هاتي اللابتوب بس قابل اللابتوب اقسم بالله العظيم ما اعمل كت في اي سؤال ما في كت ما في كت ما في منتاج يعني يسأل السؤال خذ وقتك وجاوب ما في اي كت اي غلطة اي تردد راح يظهر ان شاء الله الفيديو توصل مدته زي فيديو زيدان خمس ساعات لا اهتم جاهز المصدقية فوق كل شيء جاهز انا اريد ان اراك ضعيف اعشق ان اشفت ضعيف وتخسر جاهز اشتقت الحلقة العقاب بشكل الكهير يا جهزين في حلقة تعقاب قريبة مسنين جاهز؟ جاهز. دايمًا جاهز. عشق التحديات. انا سيد التحدي. خذ اللابتوب. عطينا. بسم الله. هذا هو شكله. هذا هو شكله. تعبوه. هذا هو وجه. هذا هو وجه ميستر بيس. أهلا و سأحصل. هذا هو الرسم الأول في الفيديو. سلام محمد الدان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزيلا مسالم يا أخوان. الله يبرك فيك يا ميستر بيس نعم وصلنا خمس مليون. ورحلة ست مليون هذا العام. وأنت كذلك مبروك إليك الوصول إلى مئة مليون مشترك يا عنيف لقد قلت كل人 يقولون أنك لديك ممارسة ومع المعرفة المعرفة لذلك أريد أن أعطيك تسرق قريباً، لدي بعض المؤسسات على الوصول هيا، ماشي هياك عارف، هياك عارف، جايت تتحدى واحد قوي جداً طيب إزام جاهز أسئلته على تليفون، شي كله جاء أني بما هو صعب خلينا نشوف اليوم، ستجد رازميان؟ ماذا ما ستجد؟ عوزНе هدف؟ ها أعلم بداية عزيزةent ه vem اليوم من مستخفر رسمياً ها راة came and don't cheat كما بالأسر ها أغني تصنع ومه، مهر أنا ma أنا غش أعط أيضي في أشخاص السؤال، سأنطرق على سñaًة شئسة الم labour ست أسئلة ست أسئلة بيقول فيه ست أسئلة وبقول صعبة جداً أنا سمعتهم ورب الكعبن هم صعبين ورب الكعبن هم صعبين بالله ليه؟ بس ثقة فيك صراحة كبيرة يا ربي يا ربي إن شاء الله ما أتفشل انتو كلكم معي مصيبة وربي كما لو خسرت مصيبة كبيرة أولاً سؤالي هو أسئل المعارضين الذين قاموا في 1992 إلى الآن قوية؟ قوية من 92 مثل البالوندوري الكرة الدهبية من 92 لليوم وبالترتيب ثلاثين سنة وبالترتيب بديهم عندي على الجوال هون عندي هون ولا كت يمكن في إيش الأخبط يمكن بحل الأخبط يمكن الأخبط بمسي ونالدو بصراحة بإذن الله أنا قادر نجيبهم في آخر سنوات نحن نذهب جاهزين إخوان بسم الله الرحيم أحيانا ممكن واحد يتلخبط بين جائستين البالوندور وجائزة الفيفا الأفضل اللي عم في عالم لا لا هو بحكي كرة ذهبية بس أنا يمكن أحاول أجيب لك الثنتين لأنه بعض السنوات سأفهمك كل شيء ١٩٩١ كان ماركو فان باستين الهولندي ١٩٩٣ كان ١٩٩٣ كان روبرتو باعججو الإيطالي ١٩٩٩ ١٩٩ كان ستويشكوف البولغاري ١٩٩ إنه انه في ذات السنة كان روناريو أفضل لعب فعلا حسب الفيفا ١٩٩٩ ١٩٥ كان أول مرة مسموع بلاعب من خلج القارع الأوربية وكانت لرئيس ليبيريا الحالي جورج ويا ٢٠ وحfachت سعيد من الميلان, selling Clone 6 끝나 gost of the amount of applause 직 69, so the shushingANA would rights to Leibman 60, Samar, right? rule 19 so, sir, right, right 97 how did you swap Wrapina fromма to Leibman? jean sowe, FIFA, FIFA the winner dejar for Summer 96 when we boughtayed�도 exactly What happens at Fallon d'ufx? is still gaming, right too everything lost to variables wonderful مثلا ، جهاز أفضل العب في العالم ترطيها الفيفا أوكي توجد جائزة في العالم الأفضل العب في العالم احيانا تتوافق و أحيانا بنفصله عام 1996 كانت سمر لأخذ جهاز القليل السن وكان رونالد أفضل العب في العالم 1997 رونالد أخده الثنتين أخذ الكرة ذهبية و أخدم 1998 زيدان أخذ الثنتين رسماً كان الكرة ذهبية 1998 1999 ريفالد أخذ الثنتين سنة 2000 صارت في 2000 فيجو أخذ الكرة الذهبية وزيدان أخذ أفضلع في عالم صح فيجو البالوندور 2001 صارت 2001 مايكل أوين أخذ البالوندور الكرة الذهبية صحيح وفيجو أخذ أفضلع في عالم 2002 رونالدو أخذ 22 2003 صارت بابل نيدفيد أخذ الكرة الذهبية وزيدان أخذ جاستن فيفا حصل أو لا حصل ما لقى حسيم نشك وجهك 2004 شيفشينكو أخذ البالوندور ورونالدو أخذ بضعف عالم 2005 رونالدو أخذ 22 ورونالدو كان أخذ البالوندور صحيح وحدى جاستن فيفا 2006 كان فارو أخذ 22 2007 كانت أخذ 22 2008 كان كريستانو أخذ البالوندور وووووو كنت احتغلت لا 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 2008 أخذ كريستانو 2009 أربع مرت وربع جهز عيدك يلا صح 2009 و2010 2011 و2012 كان ميسي. 2013 يقال وعلى 2010 يقال أن ميسي أخذها من شنايدر. جاء 2013 ويقال يقال أنهم لا يعطي رأيي، أنهم لا يعطي رأيي. هو عب حلل. عب حلل، آه. 2013 يخذها كريستيانو رونالدو يا أخوان. نعم، وربقاء نعم. ويقال أن أخذها كان الحق بها فرانك ريبرين على كل حال. 2014 كانت لكريستيانو رونالدو. صح. 2015 كانت لميسي. صح، كما أنت حكيت في بداية أن أنت ستضيع هنا. 2015 كانت لميسي. 2016 أخذ رونالدو قياسه على فوزة ببطولة اليورو. 2017 أخذها كذلك كريستيانو رونالدو. 2018 أخذها مودريتش. 2019 عادة ميسي وأخذها. 2020 لم يكن فيه جائزة. 2021 أخيرة كانت من نصيب ميسي. وأيو قال والله تعالى وأعلم لأن حمير عدنان قال إنه 2022 ستكون من نصيب ابن الدم كريم بنزيمة راس. عيلياً. مالك عسيم ليش تفاتحت دمك؟ مالك أتوار بك أبقى. مالك؟ كيف حفظهم؟ ماذا حفظهم؟ حياتي شغلي 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 ما لا؟ الله حباني ذاكر الحمد الأربع منه. كنت حتفشل ولله لو أخسرت. ممكن تجأس لتاني أخسر فيها يعني. هل تستعجروا شغلي؟ أه 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 أسألة ثانية. روعة سؤال ثانية أخوان. روعة سؤال ثانية. روعة سؤال ثانية. حسيم قولي انطلقنا. 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 ثمانية عشرين خمسة مايو الأخير. روح. كان يوم سبت. التشكيل الأساس جاهزين أنتم؟ روح. هل تحبون أن نبدأ في المدد أو ليفربول؟ اللي بدك إياه. نبدأ في ليفربول الخسران. روح. طيب. ليفربول بدأ في حرص تماما أليسون بيكا. صحيح. الخط الدفاعي كان ترينت أليكسندر أرنول ظهير أيمن. جامبو كوناتي. وجامبو فيرجل فاندايك. وظهير أيسار كان روبرتسون. المتوج باللقب الرابع عشر. فكان مكون من تيبو كرت وحفر السلم الماء. خط دفاعي رباعي مكون من كاردخال. إلا أوقف لويز دياز كثير. وإضافة إلى ميليتاو وألابا. وكان الظهير الأيسر فيرلم ندي مقدم مباراة جيدة. كاسيميرو طغى في تلك المباراة. خط ثلاثي مكون من كاسيميرو ومودرچ وكروس. وخط المقدمة الثلاثي كان من ميفالفيردي صنعي الهدف. بنزيمة ابن الدم رأس حربة. وصاحب الهدف كان في مباراة كنا في نيسوس جونيور. هذا المعيد من 22. 22 لعب. هذا السؤال أنت راجعته في الحلقة التي كانت تحدي معه. أش كان يعني صح؟ يعني ذكر في الحلقة. لا 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 هذا ما كان فيه أشكاها. هذا السؤال جديد. هذا أخوان للثلاثي. ولا مرة تسأل في تحدي الثلاثين؟ لا هذا السؤال الجديد يا عزيزي. ما له تحدي الثلاثين. هذا السؤال جديد. هذا آخر بطولة. تحديد أن أدور على أن يمكن أن يكون راجعه في مكان. لا 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 لا. سهل 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 سهل. صراح هذا سهل سهل. صراح هذا سهل سهل. الأول صعب. الأول كم أغلطي. نروح على السؤال الثالث. جاهزين؟ حسام؟ وانطلقنا. لا أستنى. قولتها ما انطلقنا. 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 سؤال الثالثي. تسمع 10 أمريكاً فوتبول. لا يمكن أن يكون هذا الناس. أنا أمريكاً. لا أعلم. عدد 10 أسئلة. 10 أنديا أمريكية. 10 أنديا أمريكية. وبعدين شو قال لهو؟ في الـ MLS الدور الأمريكي. أنت سمع شو حكا هو؟ حكا أنا مبارك. ما عندهم أنديا أمريكاً. الأمريكان عندهم بصراحة. عندهم دوري جيد لبس فيه. الكرة الأمريكية تطورت مؤخراً. شوف شوف. واللعيب الأمريكان غزوا القرى الأوروبية بصراحة. أنا ما بدأ أضعه. بس أنا ما بدأ دور أمريكي. أنا بصراحة لا أتابع الدور الأمريكي يا إخوان. وأنا البعث هو أن الدور الأمريكي يكون 14 نادي. بس إذا أجيب له 10. بصراحة صعب. 14 نادي بس؟ بس أطبع. الدوري أمريكي الممتاز. أطلب 10؟ أريد 10 من 14. شوف. لو أجيبت 5 أنا ما بدأ أضعه القوارين. بس لو أجيبت 5 أنت ناشى. بصراحة إيمكن ما أجيب هذا السؤال. مرور. حاول إذا أفتح أكتب MLS. سؤال سؤال. كم لازم أجيبه تكون جبار؟ نعم. والله فيه يعني. صعب يعني. إذا أجيبت 10 ما يكونه كويس. أجيبت 5 جبار؟ لا. إذا أجيبت نادي واحد. كشخص بقدم محتوى رياضي لازم أكون بعرف. صحيح أن عمرك لحياتي ما ذكرت الدور الأمريكي بشيء حلقاتي. حكتب الله. أكتب MLS يا عزين. MLS. MLS. اسم الدور الأمريكي. MLS Club. يا غروب. أكتب MLS بطلع لك ترتيب الدولة الليك وتروع على ترتيب الأمريكي. بس فتحته من طلع. طيب بسم الله الرحيم. طبعا بدي أبدأ بلوس أنجلوس غالكسي طبعا. نعم. غالكسي موجود رقم واحد عندك. عد معي واحد يعد معي يا إخوان. غالكسي واحد أوكي؟ تمام. غالكسي واحد. اثنين DC United. ثلاثة. ما في واحد اسمه غالكسي لحظة يا حبيبي. غالكسي ما في. كيف يلعبوا في كل عيبة. لوس أنجلوس غالكسي. ما في. ما في. ما في. غالكسي ما في. لوس أنجلوس في. الأي. 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 لوس أنجلوس غالكسي. كان في قائمة تحت كبه. اعيد أحد يعد أعيده. حطه أعيده. حطه أعيده. عكت من 14. مش صحيح من 14. الدور الممتاز من 14 واحد. أه ممتاز. واحد. لوس أنجلوس غالكسي. اثنين DC United. ثلاثة ريدبولز. نيويورك ريدبولز. نعم. أربعة ميامي. صحيح. صحيح. خمسة مونتريال. استنى. في مونتريال. مونتريال. نعم. في مونتريال. مونتريال كندا. نعم صحيح. خمسة عدد خمسة. خمسة. أنا عنده نجحت. عندك فلادلفيا. نعم صحيح. عندك سنسيناتي. سنسيناتي. مالوا عزين ضايع إخوان. لأنه سنسيناتي صحيح. سنسيناتي. بطلع بنزة بطلع بنزة بطلع بنزة. مطلع شوي. هو مشاعب يحكيهم بالترتيب. مش دخل بترتيب كمان مطلبة. أعطيك ترتيب الدوري أمريكي كمان. مش ترتيب الدوري. أصدي ترتيب الجدول. أصدي ترتيب الجدول. أيوة. كم صرنا سبعة؟ صاحب سبعة صحيح. أوكي. عندك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبعة. تورنتو. تورنتو. موجود موجود تورنتو. ثمانية. حكيت فهو أكيد موجود. تورنتو نعم موجود. موجود صح؟ تورنتو صح؟ تورنتو موجود. ثمانية حكيت. تورنتو عشرة الزلمة. أنا بشوف ثمانية فصة والله. خلص سؤال بعد. تورنتو عشرة. قلت لك إحنا ما رح نعمل كتس فهيطول. ما بدي نطول عمد عنو عشرين ساعة. صراح. الاثنين الجايين. مش كلي في واحد أعرف واستنى شوي. معروف. أعطيه أعطيه أعطيه. فريق. الفريق التابع للإماراتي أخوان هناك شو اسمه. خمسة أربعة. ثلاثة. اتنين. واحد. انتهى ثمن أندية بالعامل. بتوعسوني. ما أنا كعب تعطس أنت. ساكل مكيف حسيم ضربها. فماشي خلص. ثمانية أوكي. بس أنا زعلان. عطينا عطينا البقية. عدد لي إياهم يعزلي. أنا طالعي لنوادي كتير. عدد لي لما ذكرتوا. عدد لي. في كولومبوس. في شيكاغو فاير. في شارلوت. في نيويورك سيتي. نيويورك هذا هو. نيويورك. كم ما شو فيه؟ في أورلاندو. كيف نستو أورلاندو؟ نعم. في أشياء. في أشياء. كيف نستو أورلاندو؟ كيف نستمتعه؟ يواللاندو؟ يهلاً سامحني. أم سامحني. أم سامحني. أم سامحني. يهلاً. Sham. ู่ ماذا؟ اسمعت السؤال؟ الزلمي بده نهائيات كقوس العالم كلهم شو انتبقدت, شمات سمات. ماذا تعليم بحكاها؟ كل، mahd ق كل نهاية الساعة الى الآن أبدت طيب احنا نتكلم عن 21 نسخة كاس عالم بداية من 1930 ووصولنا للمونديال الأخير لإفونت 18 هيا مخبولين عن نسخة رقم 22 من كم إن شاء الله؟ من 1930 النسخة الأولى بدي أحكي لكم الآن أن البلد المنظم كم عددهم؟ 22 نسخة بس؟ نعم خلاص يا عزيني مش وراي هحكي لكم البلد المنظم المبارا نهاية جمعة مين ومين وإن شاء الله نحكي النتيجة إن شاء الله نقدر نجيب هو بحكي فاينلز بمعنى قصد ومين الفرق نعم نعم أنت ستعطيني النتيجة إن شاء الله والبلد المنظم النتيجة والبلد المنظم اسمحوا لي بس أغير جلستي شوي لأني تعبت لحظة شوي خلنا أجيبها بس امشي معي امشي معي ما في مشكلة طائرة أبدأ عز أنطلق بس لحظة أنا في وكبيدي ما عندي البلد المنظم فأنتوا عليكم البلد المنظم خلاص بلد المنظم وربك أم مغلط فيه سعد 1930 كاتت البطولة في الأوروغواي وفازت أوروغواي في المبرانهائية على الأرجنتين 4-2 صح 1934 البطولة نظمت في إيطاليا وفازت فيها إيطاليا على تشيكوسلوفاكا في المبرانهائية 2-1 صح 1934 البطولة نظمت عندنا في فرنسا في باريس وفازت فيها إيطاليا للمرة الثانية على التوالي وفازت في المبرانهائية إيطاليا على المجر على هنجاري نعم على المجر صحيح كم؟ أظن فازت 4-2 4-2 صح 4-2 بعدين توقفت بطولة كأس العالم من 1930 ل1950 بسبب الحرب العالمية الثانية في 1950 اصضفتها البرازيل لاحظة شوية وقسب له صح نعم فعلا توقفت من 34 من 38 ل 50 معشر عام في 1950 للمركانا شيد البرازيل ملعب للمركانا لذي كان يتسع وقت لـ 200 ألف متفرج وكانت مبارا نهائية بين البرازيل والأوروغواي وكانت البرازيل متقدمة في النتيجة ولكن بعد ذلك كان قلبت نتيجة 2-1 للأوروغواي صح وتوجتي أوروغواي باللقبها الثاني صح فصدعنا أربع منديلات إثنين للأوروغواي وبينهم إثنين لإيطاليا صح صح الروح 1954 البطولة نظمت في سويسرا وفازت فيها ألمانيا على المجر مالك يا عزي خاني مركز هنا أنا نروح على مدير 1958 اللي كان في السويد وفازت البرازيل فيها على السويد في المرة نهائية 4-2 أه أغلط أغلط 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 صحيح لكن البرازيل فازت على السويد 5-2 وكان بيليه وقته عمره 17 سنة وكان أول لقب للبرازيل طيب 1960 كانت في تشيلي البطولة وفازت فيها البرازيل باللقبها الثاني نعم حصل هذا الكلام طيب فازت البرازيل في المرة النهائية على منتخب تشيكو سلوفاكيا صحيح أظنني فازت 2-1 3-1 3-1 ما حلومك على النتائج والله نتائج محلوك نتائج محلوك كثير كثير نعم لكن البرازيل فازت 1962 على تشيكو سلوفاكيا في المرة نهائية 3-1 تمام نعم 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 وفازت فيها إنجلترا باللقبها الوحيد وكان الفوز في المرة نهائية على المنتخب الألماني إنجلترا فازت على ألمانيا في تلك المرة 4-2 صح؟ نعم 4-2 جفهرز سجل ثلاث سجل هاتف في تلك المرة نهائية وكان أول لعبة سجل ثلاث أهداف هاتف في نهائي كأس ألم ولليوم ما حدك سنرقمه نروح 1070 البطولة أقيمت في أستيكا في المكسيك المرة نهائية وجمعت بين البرازيل وإيطاليا وكان اللقب برازيلي 4-1 للبرازيل على إيطاليا وكان آخر كأس عالم يرفع فيها كأس غوريمي الشكل القديم لأنه 1974 البطولة أقيمت في ألمانيا وفازت فيها ألمانيا 2-1 على هولندا في المرة النهائية غلط 3-1 ألمانيا غربية ألمانيا 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 حبيت أغلطك بالغار نعم ألمانيا غربية هي نفسها فازت ألمانيا الغربية على هولندا في المرة النهائية 2-1 صح؟ نعم وكان أول مرة يرفع الكأس الجديد هذا الشكل سنة كان 1974 أول مرة بطل على الكأس الجديد اللي اليوم موجودة الآن في حطر جبري هون نعم 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 1978 البطولة أقيمت في الأرجنتين وفازت فيها الأرجنتين على هولندا للأسف للمرة الثانية عالتوالي هولندا تخسر النهائي وكانت تنتجها ثلاثة واحد نعم الأرجنتين توجد باللقابها الأول سنة 1978 نروح 1982 البطولة أقيمت في إسبانيا وفازت فيها إيطاليا في المباراة النهائية على ألمانيا ثلاثة واحد صح؟ ثلاثة واحد نعم أنا صرت حتى يعني أعادي أنه يجيبي في الرقص أتحدى في النتيجة طيب روح 1986 البطولة قيمت في المكسيك كان فبتقام في كولومبيا طبعا ولكن انتقلت إلى المكسيك وفازت فيها الأرجنتين على ألمانيا اثنين واحد ثلاثين 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 نعم الأرجنتين فازت على ألمانيا في مران نهائية ثلاثة واحد ثلاثة واحد في 1990 انقلبت الأدوار كاتب بطولة في إيطاليا وفازت ألمانيا على الأرجنتين واحد صفر صح وعوضوها ثلاثة 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 في 1994 البطولة قيمت في أمريكا وكانت أكثر بطولة حضورة جماهيري في التاريخ لليوم الرقم صامت في أمريكا وطبعا انتهت بركلات الترجيح بفوز المنتخب البرازيلي على المنتخب الإيطالي مستحيل أسألك كم مفازوا في رقمات الترجيح خمسة ثلاثة 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 نعم ثلاثة 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 طبعا من ينسى رقم الترجيحية لضيّعه 1990 فزنا إحنا طبعا في ستاد دو فرانس سيدنا ستاد دو فرانس بثمانين ألف متفرج لنصديك كأس العالم ثلاثة 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 ث على ألمانيا 2-0 بهدفي رونالد و الضائرة 2006 البطولة التي قيمت في ألمانيا وتوجه فكرت بغش والله العظيمنا من نازل الراسي فكرت بغش أقسم الله بحكي جوالت وهناك كيف عابي غش إيطاليا أنا بحكي ليش عابي غش بعدين تسعة سبعة كان التاريخ تسعة سبعة في 2010 إسبانيا توجهت على هولندا 1-0 بطولة أقيمت في جنوب إفريقيا بهدف أندريس نيستيا 2014 سأحكي لك أين نظمت أحسنتي عزيزين بارك عزيزين عرفي أخوان عنده إنجاز عرف أنه بطول 2014 نظمت في البرازيل وانتهت كذلك بالهدف الفضي الذي سجل في الأشواط الضافية ماريو جودزي 1-0 لألمانيا على الأفتين و2018 توجنا للمرة الثانية على حساب المنتخب الكرواتي هناك في روسيا 4-2 المرة النهائية وهي منجلات هذه النهائيات تأس العالم كلها منذ بدء التاريخ سنة 1230 ناقص بس قولي الـ DNA تمام لا ناقص اللي في الدم تمام وإيش عندي يمكن خطأين في نتيجتين نهائية مستر بيست إجيلا مع شخص خطأ فهو طالب بس النهائيات من ومين ومين فاز يعني بس أنا أعطيته البلد المنظم ومين اللعب مع مين والنتيجة كم كاما نتيجة ماشاء الله تمام ثلاثة واحد إلي يا مستر بيست أنا الآن أمري تمام يعني لو أنت فصت علي في آخر سؤالين تطلع لتعادل واضح؟ رسميكت صراحة رسميكت تروح السؤال الخامس يلا أسمع حمودة ذكرتني برناندو برزيلي لما نزل على فلسطين رونالدو رونالدو يا رونالدو رونالدو تعال هون يا رونالدو رونالدو تعال هون يا زلمة تعال هون يا رونالدو يا رونالدو وأنت هلأ وتكلم مستر بيست فهمتني يا مستر بيست أسمعتي مستر بيست الله حسك ها رونالدو هذا حليل جيد اختيار سأختصر كان هناك شخص جداً من الأسئلة افتح معي مجموعات كأس العالم لا أفتح وربي كبرت حكم صح بسم الله المجموعة الأولى المنتخب الأوروبي الوحيد فيها هو المنتخب الهولندي حبيت التحدي إنك تلكيلي المجموعة أي شيء نعم أنا أسعى عالم 32 مجموعة 32 منتخب في أرد في 8 مجموعات تحبظون كلهم طيب إذن في المجموعة الأولى فيها هولندا والسنغال وقطر البلد المنظم والإكوادور إذن هنا هولندا في المجموعة الثانية فينا فريقين أوروبيين ب observations لأنش موجودациيون الثرق الثانية لنق playback المجموعة الثانية صاعر فيها ويلز وإنجلترا بالإضافة إلى أمريكا لا تحديدا descobrir ولذا عください هذه صعرنا تارثاً فرقاً مع هولندا في المجموع الأولى أنا البدء إلى المجموعة الثالثة موجود فيها فينا ومتخب الفرنسي معنا فيها ثم منا mash together بالإضافة طبعاً ف Hostronay فيها أنفس المجموعة طبعاً فيها أستراليا وتونس لبلادي الحبيب المنظمة آآ تونس معي تونسي هون في بيننا مبارية نارية في كأس عالم جاهز التونس من أوروبيا أنا؟ لا، فرنسا والدنمارك صارنا خمسة هلأ روح على المجموع الرابعة فيها منتخب أوروبي واحد وهو المنتخب البولندي لأنه فيها السعودية والمكسيك وبولندا والأرجنتين تمام؟ إذا صار لنا ستة منتخبات صح؟ باقي سبعة فكرة باقي سبعة في المجموع الخمسي فيه اثنين جداً المجموعة السادسة فيها منتخبين جبابرة فيها بلجيكا وكرواتيا عدة عائدة بالاضافة على منتخبنا العربي الكبير المنتخب المغربي وكندا المجموعة السابعة المجموعة السابعة البرازيل رأسها وفيها الكاميرون فيها منتخبين أوروبيين صيبية وسلسرا المجموعة الثامنة فيها منتخب البرتغال رسميا بالاضافة طبعا إلى كوريا وغانا والأوروغواي خلصنا واخرهم هاة مجموعات كأس روحة السادس واختي جازين سابقا لديك أحد تحديث حتى يرى 10 أوروبيين خلبي صفزيات أوروبيين لنذهب حسنا 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 تحديث حسنا أوروبيان خلبي صفزيات أوروبيين خلبي صفزيات أوروبيين معاك أبداً وهي مش لعبتين 1-2 ادن ثلاثة معاك خمسين ثانية معاك خمسين ثانية ريسنك سانتنديير باقي ثلاثين ثانية باقي ثلاثون ثانية باقي أربع عندي باقي ثلاثين ريال مايوركا حلو ريال سرخسطة باقي ثلاثين باقي ثلاثين روما روما دقيقة ليس أسأل لا حائل وهذه كان حلقتنا امسك الليبتوب يعزين ان شاء الله نكونوا وفقناها في تقديمها ان شاء الله تكونوا استمتعتوا في هذه الحلقة طبعا فكرة جديدة من عملت من قبل ان شاء الله تكونوا مبسطتوا ان شاء الله يكون قدم تداء جيد يرفع رأسكو يعني كعربي يعني ان شاء الله نكونوا عملنا حاجة جميلة جدا طراحة الاسئلة لفلها عالة شوي بعضها في ملعب بعضها مش في ملعب على الاطلاق اربع ثاني نتيجة حلوة تفزت على مستر بيست اللي قالك الاسئلة هتكون جدا صعبة فتجروا للحلقة لايكات بدنا نكسر الدنيا بدنا هاي الحلقة تكسر الدنيا لايكات فتطلع اليوتيوب يرشحها تطلع تطلع تتجبر تروح للعالم كله شوف مستمسوا هو يتحدى محمد عدنا رسميا في عالمي وملعبي اتمنى يكونوا وفقنا وانتظروا المحتوى الكروي معي لا ينضب راشع الحلقة التحليلية للجولات الأوروبية ودوري الطغرب الذي عاد من جديد اراكم الاخر اصدقائي سلام عليكم